مشاهدين أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري والذي نزهله بالعنوة المغرب يوصل استفزازاته للجزائر بتصريحات عدائية من وزير الاتصال والناطق رسمي باسم حكومة بن كيران حنون تتراجع عن مقاضات عبدالفتاح زراوي وتقول إنه شخص مأمور من أطراف مجهولة أهلا بكم يبدو أن مسلسل الاستفزازات المغربية ضد الجزائر متواصل وفي خطوة تصعدية من نظامه المخزن اتهم مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق رسمي باسم حكومة بن كيران الجزائر بالوقوفي وراء ما اسمه انتهاكات إنسانية بحق رعاية من جنسية سورية الاستياء الشديد للمملكة المغربية من خطوة ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي لأزياد من 70 مواطن سوري وذلك في فترة ما بين الـ 21 يناير و23 يناير يعني في وحد اليومي وقعت عملية الترحيل وعتبر هذا الأمر كان هذا أحد حتيات الاستدعاء السفير الجزائري أعتبر يعني أولا عبرنا المغرب بوضوح عن الأسف العميق لهذا التصرف الإنساني تلقى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة رسالة من نظره التونسي محمد المنصف المرزوقي الذي نوها فيها بالدور الذي لعبته والجزائر لدعم مصاري الانتقال الديمقراطي في تونس وكتب الرئيس التونسي في رسالة يستعدني أن أتوجه إلى فخمتكم بهذه الرسالة متطلعا إلى أن تشرفون بمشاركتكم والشعب التونسي فرحته واحتفاله الخاص باعتماد دستور جديد للبلاد بعد إنجازه لطورة الحرية والكرمة والذي ينظم بتونس يوم السا ينظم بتونس يوم السابع فيفري القادم كما جدد الرئيس التونسي التأكيد على إرادة البلدين الرسخة لمواصلة العمل معا من أجل تمتين علاقات التعاون المثمر بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أفضل المراتب بما يحقق لكل الشعبين الشغيقين ما يرنوني إليه من مزيد من التكامل والتضامن ورخاء المشترك إلى شانية سياسي حيث طرحت الأمينة والعامة لحزب العمال وزحنون جوهر برنامجها الانتخابي من إنشاء الجمهورية الثانية وقالت حنون أن هذا البرنامج يستوجب فتح نقاش واسع عبر إصلاح دستوري لتحقيق المساواة بالإضافة إلى ترسيم الأمزيغية لغة رسمية وتصطير برامج إضافية للولايات تتفاصيل في ميكروفون عدل زيدي تكريس المبدأ المساواة ما بين المواطنين سواء تعلق الأمر بالجنس أو باللغة مما يتطلب إلغاء قانون الأسرة واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة أو بترسيم تمزيغة لغة رسمية ثانية أو تعلق الأمر بالتنمية أي المساواة ما بين كل المواطنين في 48 ولاية هذا وأكدت حنون أنها قررت عدم مقاضات عبدالفتاح زيروي رئيس ما يعرفه بجفة الصحوة الحرة لأنه شخص مأمور من أطراف تبقى مجهولة كما وصفت حنون زيروي على هامش لقاء وطني لمنظمة الشباب أنه مهرج وجاهل سياسيا كما اعتبرته حنون أنه مجنون بحاجة إلى رعاية نفسية عوض التعدي على الأشخاص الذين هم أكبر منه المحاميين تع حزبنا قالوا لي ما تعطلوش الفرصة الحزب ما لازمش يعطيله الفرصة ومناسبة باش يواصل باش يعني يكون عنده منبر إنما قال لازم يكون الاحتقار وبالتالي ما نرفع عليه دعوة قضائية منضيع وقتنا مع هكذا الشخص إنسان مسكين تلمى تلمى مهبول يحسب روحه نبي يحسب روحه هو الوسيط يحسب اللي بلادنا فيها كلغجي فيها إكلريوس وبالتالي وبالتالي احنا الرد انتعنا هو الاحتقار ويكفينا دخلت الأزمة والتي تعيشها محافظة حزب جبهة تحرير الوطني بولاية بشار منعطفا خطيرا بعد التغيير الذي أجره الأمين العام للأفلان عما سعدني والذي طال منصب أمين وحافظة بشار على خلفية ظهور وثائقة تثبت أقع عملياته تزويرا واسعة في محررات رسمية خاصة بالحزب العتيد في عهد الأمين العام السابق للأفلان والتي أدخلت فرقاء لأفلان بولاية بشار إلى أروقة العدالة التفاصيل مع أحمد حفصي أقدم تكذيبا قاطعا كل البيانات التي تصدر من المرأة هذه المرأة هذه المحافظة السابقة ولو لم يكن لديها صفة محافظة بحيث أن الأمين العام السابق تجاوز القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لأعطيها صفة محافظة عندي ملف بالنسبة لهذه القضية هذه يعني نقدمها إلى العدالة لتنصف في هذه القضية تعادل المرأة هذه وكذلك بالنسبة للأمين العام السابق بتواطئ عند مسؤولة التنظيم السابق لوصل هذه المرأة أنها تقول هي محافظة في بشار هذا وتشهد بعض محافظات حزب جبهة تحرير الوطني حالة من الغليان على خلفية تغييرات التي أجرها أمين عامل أفلان على أمناء محافظات عدة ولايات من جهته قلل عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم سيد مصطفى معزوزي قلل من أهمية الحدث مؤكدا أن تغيير أمناء المحافظات هو إجراء عادي ومن الصلاحيات المخولة للأمين العام للحزب هذا سيد ذا المحافظة بمحافظة لا يوجد إقالة ولا عقوبة ولا عقاب هذا الأمر عادي طبيعي القانون الأساسي والنظام الداخلي خول الأمين العام في أي موقع كان ومهما كان موقعه باستثناء الأعضاء الجامل الكثير لهم أرهم أعضاء بين المؤتمرين لا يوجد إقالة ولا عقاب الطريق الذي أدى إلى طلب دورة استثنائية هو المرور عن القيادة الحالية وعن الأمين العام الأمين العام والقيادة الحالية نالوا مطابقة رسمية تبقى لقانون الأحزام من طرف أساس الداخلية وهناك حكم قضائي الآن من يرغب في طلب معين مهما كان هذا الطلب يتوجه الأشانية التربوي حيث دعا الأمين العام للاتحادية الوطنية لعملية تربية العام فرحات شبخ على محاربة الدروس الخصوصية عن طريق الرفع من القيمة المادية لدروس الدعم المقدمة من قبل الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية من المجرى برأسدة تالي بالنسبة لي هذه الدروس الدعم نسميها تكون داخل مؤسسة تربوية لذلك طلبنا وزارة تربية الوطنية وراه يتقريبا حضرت المناشير اللازمة لكي يدروا مرسوم لرفع قيمة ساعة إضافية لا لأنه ما هي الدروس خصوصية شكوه ما هو دا رام يدروا رام يسفدوا فيها ثلاث فئة تقريبا الرياضيات فيزياء العلوم في بعض الحيان الفلسفة ولكن هارتولي في المؤسسة التربوية ولي يدروا الدعم في التاريخ في الجغرافية في التربية الإسلامية في اللغة العربية في الفرنسية في الإنجليزية في جميع المواد وضن وزارة التربية وحتى وزارة المالية مع رئيسة رفضة إلى قطاعي التجارة حيث أكد وزير واتجارة مصطفى بنباد اليوم الجمعة بأن بعض القرض الاستهلاكي المرتقب خلال ثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلية مضيفا بأن هذا الإجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف صدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكملي لسنة 2014 أو قانون المالية العدي لسنة 2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكملي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القروض إلى حوالي التقس الآن حيث تسببت الثلوج التي تسقطت ليلة الخميس إلى الجمعة بولاية باتنة في غلقي وذكر في غلقي الطرقات وذكر مكتب أمن الطرقات بمجموعة الولائية للدرك الوطني اليوم الجمعة أن تراكم الثلوج والجلي تسبب في غلق العديد من محاور الطرق وصعبة السير على أخرى لسيما تلك الواقعة بالمناطق الجبلية من بينها الطريق الوطني رقم 77 رابط بين ولايتي باتنة والصطيف على مستوى منطقة تفرنت بحدوثة وكذا طريق الوطني رقم 88 ببلدية عيون العصفير ومن المحتمل أن يغلق الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة على مستوى بلدية أريس هذا واكتسحت ولاية الشرق بحلة بيضاء صنعتها الثلوج ومن بين هذه الولاية باتنة التي شهدت صباح اليوم تسقط كميات معتبرة من الثلوج حولتها إلى لون أبيض وسط فرحة كبيرة في صفوفي الفلاحين على وجه الخصوص كون هذه تلوج والأمطار جاءت في وقت كانت الأرض بحاجة ماسة إليها إذن هكذا أصبحت الأجواء هنا في مدينة باتنة نهار اليوم كل شيء غطاه الثلج الأبيض أما البلديات الجبلية فقد عانى سكانها كثيرا بسبب توقف حركة المرور على مستوى عديد الطرق الوطنية وفي العموم فإن الفلاحين يستبشرون غيثا ويستبشرون سنة فلاحية واعدة ونقى في أجواء تلوج دائما حيث وبجبال تيجد بولاية البوير التي زرها وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد والذي أكد أن الحكومة تعاول على سياحة الجبلية في الجزائر لما تسخر به عدة مناطق رائدة في هذا النوع السياحي كمال جفال رصد تالي السياحة الجبلية في الجزائر لها مستقبل واعد لأننا نسخف بعدة مناطق رائدة في هذا النوع السياحي أقول على سبيل الميتة ولاية البويرة ولاية البليدة ولاية خنشلة وهناك عدة ولاية أخرى تسخف بمؤهلات جبلية ولا أرواح ولكن أجمل من هذا هو أن هذا النوع السياحي لداري القاطع بأن الجزائر دولة أمنة مستقرة وكلها أمن وأمان وتطلع إلى مستقبل إن شاء الله كله أفراح للجزائر دولياً يعد بناء نطحة السحاب من أضخم المشاريع التي يعرفها العالم إلا أن وبعد أحداث 11 سبتمبر من سنة 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية والتي خلفت سقوط المركزين التجاريين وأطول نطحة السحاب في العالم أنذاك قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعويضها بخمس نطحات سحاب نتابع التفاصيل في تقرير بلال عمني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية والتي خلفت خسائر مادية كبيرة أبرزها سقوط المركزين التجاريين وورد تري سنترز قررت هذه الأخيرة بناء خمسة نطحات سحاب تعويضاً للنطحتين المهدمتين في أحداث 2001 وورد تري سنترز أكبر وأول مركز تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية المسمى في القديم فريدوم تاور أو ناطحة السحاب الحرية هي أكبر وأطول ناطحة السحاب في الولايات المتحدة الأمريكية والمتواجدة في منهط بنيو يورك هذا المملى يشكل ناطحة السحاب الأساسية التي تلم وتطل على المساحة الشاسعة التي خلفتها أحداث 11 سمتاببر 2001 ناطحة السحاب الجديدة تحفة فنية من صنع شركة الهندسة سكيدمور أوينغس أند ميرل المتواجدة في شيكاكو والمقدر ارتفاعها ب1776 قدما أي ما يعادل 541.32 متر والذي يحتوي على 108 الطابق بداية الأشغال لهذا المبنى انطلق منذ أفريل 2006 وانتهت في 2013 ومنذ 2011 يبقى هذا المبنى الأطول والأكبر في منهطة ويعتبر أيضا ثالث أكبر وأطول مبنى في العالم هذا وينتظر بناء أربعة ناطحات سحاب أخرى تعويضا لأحداث 11 سبتمبر المرحبة للأمريكيين وفي الختام افتتح مهرجان أنجولام الدولي 41 الأشرطة المصورة الخميس بنظرة على العالم وبمشاركة رسامين كانت مواضعهم عن الحرب كرسام تاردي والنظرة السياسية مع الزميل عمر برقطة يعود مهرجان أنجولام في طبعته ال41 في حلة جديدة للأشرطة المصورة بمشاركة رسامين عالميين تنوعت أناملهم في تصوير مختلف مواضيع الحروب المختلفة وما يميز مهرجان أنجولام الدولي لطبعة 2014 هو خضوع الجائزة لتصويت المشاركين فقط وهذا بعد امتناع العديد من المشاركين القدامة الحاصلين على الجوائز الكبرى في عملية التصويت موضوع الطبع الحدي والأربعي لمهرجان أنجولام هو الأشرطة المصورة التي تلقي نظر على العالم يعني الشريطة المصورة الذي بلغ سن الرجد بعد بضعة عشريات انتقل الشريطة المصور من عالم الطفولة إلى سن الرجد مع الجيل الأول في فرنسا لكن هناك تسارع في الوتيرة خلال العشرية الأخيرة والشريطة المصور يقتحم العالم وواقع العالم أيضا وما زاد المهرجان رونقا وجمالا هو الحضور المكثف لمختلف هوات الأشرطة المصورة أتي إلى هنا للقاء الكثير من الرسمين إنها مناسبة للقاء كل الرسمين في مختلف الأجنحة والحديث معهم والحصول على توقعاتهم ومشاهدة المعارضة الجميلة كما عبر مختلف الزائرين على مدى تأثرهم وإعجابهم بالأشرطة المصورة المعرضة في المهرجان وجدته قويا جدا ومؤثرا أنا يؤثر في أي متأثير هناك أجواء قوية حقا تنبعث من هنا قوية جدا وبذات المناسبة ستسلم السيدة الكأس الأحد المقبل لواحد من الثلاث الذين وصلوا إلى النهائي الأمريكي بيل واتيرسون والياباني أكرا وكذل بريطاني واتشمان فحظ موفق للمشاركين ختم المجاز في أمانيلا ترجمة نانسي قنقر